أكد سمو الشيخ ناصر بحمد آل خليفة أمثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هي فخر للأمتين العربية والإسلامية تفتح لنا أفاق المستقبل وتشجع شبابنا للخوض في مجال الفضاء عموما وارتياد الفضاء على وجه الخصوص بعزيمة وإصرار كما أن تلك الإنجازات تعتبر مشاركة في مسيرة التقدم الإنساني عبر تعزيز العلوم والمعارف المرتبطة بالفضاء جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه في مستهل الجلسة الحوارية المرئية بعنوان مهمة طموح زايد بمشاركة سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات التي قيمت بتنظيم من سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين ومركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين وذلك بحضور أكثر من ثلاثمائة شخص متابع للبث وقال سمو الشيخ ناصر أن تلك الإنجازات الكبيرة والمميزة من حيث هميتها وحجم تأثيرها على التقدم العلمي هي قصص نجاح لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء وضف سمو الشيخ ناصر أن مملكة البحرين بالمثل كانت سباقة للانخراط في مختلف المجالات التي تسهم في دفع عجلة التقدم وذلك في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا وقال سموه أننا ننظر بتفاؤل كبير إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتعاون المتنامي في مجال علوم الفضاء وبخبرة دولة الإمارات في هذا المجال الذي أثمر عددا من المشاريع المشتركة وأضاف أننا نتطلع في منطقة الخليج العربي ليس لمواكبة العالم المتقدم في هذا المجال وحسب ولكننا نطمح أن نؤدي دورا مشهودا كما كان لنا الدور في السابق ودعا سموه شباب البحرين والخليج العربي والعرب إلى أن يستفيدوا من الأجواء المشجعة التي توفرها القيادات المخلصة والمسؤولة في بلدانهم من أجل تطوير ذاتهم والإبداع في مختلف المجالات ومن جانبه رحب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايدان هيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين بمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الجلسة الحوارية وأكد أن العلاقات بين البلدين علاقة استثنائية ومتميزة في كافة المجالات وقد شارك هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وزميله رائد الفضاء سلطان النيادي في الجلسة الحوارية التي كانت تحت إدارة الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين اليوم أنا سعيد جداً طبعاً أني ألتقي بكم يعني في هذه الجلسة الحوارية اللي أشوفها يعني جداً مميزة وانتطلع بإذن الله عن كثب يعني إنجازات هذه السامعين معانا طبعاً ما شاء الله عندنا فوق 300 مشارك أن يسمعون إنجازات شقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء عموماً وارتياد الفضاء على وجه الخصوص بالله يعني الإنجازات الكبيرة والمميتة يعني الحقيقة من حيث أهميتها وحجم تأثيرها على التقدم العلمي هذه يعني الإنجازات هي فخر ترى للأمتين العربية والإسلامية تفتح لنا أفاق المستقبل أنتو يعني ترجعون ماضينا ترجعون تاريخنا يمكننا إحنا متقدمين في العلم والتقدم والفنون وغيرها اليوم نثبت للعالم أننا أحن أبناء هذولاك المؤسسين فيعني خلطوا هذه التجارب وخلطوا هذه الصعاب وإليما أصبحت قصص نجاح شقائنا في دولة الإمارات يعني في مجال الفضاء حديث المجتمعات العلمية المتخصصة وقدراتكم طبعا على تخطي الصعاب واستمراركم في تحقيق الإنجازات واحد ورثاني يعني ترى هذا كله طبعا ففضل الله سبحانه وتعالى تم اهتمام وتشجيع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدان نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد الراشد المكتوم رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبسواعد شبابكم يعني الحقيقة اليوم أنا أفتخر ولا أبغي أطول ولكن لازم تعرفون أن سيدي جلالة الملك اهتمامه في شبابنا وطاقاتنا وسواعد الشباب اليوم اللي ترتكز البلدان عليها في كل كلمة في كل كلمة يلقيها جلالة الملك يذكر بهذا يعني وخاصة أخيرا في كلمة الأخيرة اللي هي ألقى خطابه السامي خلال افتتاح دور انعقاد الثالث مفصل تشريعي الخامس مجلسي الشورى والنواب دائما كان يذكر بضرورة سعي يعني تساب ومتلاك مع معارف وتغنيات المستقبل اليوم احنا انتسابق مع التطورات وانتسابق مع العلم فانتوا خير مثال انا مبغي اطول عليكم الحقيقة لان لو بتخلوني انا باخذ هالجلسة ذي كلها بس اولا مدحن فيكم وثانيا اشرح لكم كيف اهمية اليوم دعم وتشجيع شبابنا فانتوا اليوم خصصنا لكم اكثر من ثلاثمائة شاب وشاب طموحين موجودين معانا في هذه الجلسة وانا افخر اني اكون واحد من هالشباب اللي يستمعون لكم والشيخ سلطان انت الشكر لك الحقيقة اللي يعني جمعت لنا هالأبطال وخليتنا نتشرف بشوفهم ونسمع منهم تجربتهم الله يطعوني عن ذلك